فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين إذن هكذا جاء في الحديث إذن هي على العبد وعلى الحر وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير والكبير يعني حتى صغير المسلمين فإنه يجب أن يخرج عنه الزكاة ولذلك حتى في قضية التحديد ينظرون إلى وقت مولد الصبي فإن ولد الصبي يعني قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يجب إخراج الفطر عنه لو ولد يعني يوم 29 رمضان قبل أن تغرب الشمس وكان هذا اليوم هو آخر يوم في رمضان فإنه يجب إخراج الزكاة عنه واختلفوا إذا ولد في صبيحة العيد هل تخرج الزكاة عنه أم لا تخرج خلاف بين العلماء ولكل وجهة هو موليها فالمقصود هو أن هذه الزكاة واجبة على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى طبعا بعض العلماء لكي لا يكون الكلام فضفاضا وربما أنسى بعض التفاصيل التي يكثر السؤال عنها فكثير من الناس يسأل عن حكم إخراج الزكاة عن الجنين الجنين الذي هو في البطن هل نخرج عنه الزكاة أم لا نخرج الزكاة فابن حزم رحمه الله تعالى قال إذا أتت عليه 120 ليلة وجب إخراج الزكاة الفطري عنه يعني عده كالصغير يعني من لي المرأة كتحمل وكي يدوز على الحمل ديالها 120 ليلة لهي أربعة أشهر فإنه تنفخ فيه الروح حينئذ فعده ابن حزم رحمه الله تعالى من جملة المسلمين من جملة المسلمين الذين يعني نفخت فيهم الروح فوجب إخراج الزكاة عنهم وطبعا استحب ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكنه لم يجبه لم يجعله واجبا وإنما قال هذا أمر مستحب لو أن الإنسان أخرج يعني زكاة عن الجنين الذي في بطن امرأته فإنه يعني أمر مستحب ومنذب إليه ولا حرج في ذلك لكن الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجب طبعا فاشكا نقوله إحنا قضية الوجوب نقصد أن الوجوب الذي يلزم المسلم ولا تبرأ الذمة إلا به فاشكا نتكلمه عن الوجوب لكن واحد الإنسان بغير يخرج على الجنين ولا بغير يخرج على الأجنة الذين هم في صلبه لا حرج بغير يخرج هو ويوفي ويزيد على سبيل النفل هذا لا حرج ولكن فاشكا نتكلمه عن الوجوب كنقوله واش هذا الرجل إلا خرج على الجنين فإنه فعل واجبا وآخر لم يخرج عن الجنين الذي في بطن امرأته فإنه قد قصر ومنع الفقراء حقهم هذا فاشكا نتكلمه العلماء على الوجب فحتى نفهم المسألة على وجهها لذلك العلماء يقولون لا يجب طيب لو أنه أخرج لا بأس فتكون نافلة سواء وقعت موقعها أو لم تكن واجبة فإنها تقع نافلة إذن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجب وجوبا محتما على الإنسان أن يخرج الزكاة عن الجنين الذي لا زال في البطن لعدم قيام الدليل على ذلك ولأن لفظ الصغير الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناوله لا شرعا ولا لغة بل نقل ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع على ذلك يعني ابن المنذر هو من العلماء الذين ينقلون إجماعات العلماء قال أجمع العلماء على أنه لا يجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن الجنين الذي هو يعني لا زال حملا في البطن